اشتركوا في القناة هتتحط في البستان هتطرح عنب وهو ماشي في الطريق لقى شجرة صغيرة من الشوك اخذ الشجرة وزرحها في البستان وبدأ يهتم بها وانتظر للولد الصغير نتيجة تعبه ان يكون فيه عنب لذيذ طعم جميل الشكل لكن للأسف ما كانش فيه عنب كان فيه شوك كتير في الأخصان ابتسم الوالد وقال يا بني لا تنتظر شيء من غير أصله ما زرعته في حياتك ستحصده فإن زرعت الخير ستجني الخير وإن زرعت الشر فلن تجد إلا الشر فمن يزرع الشوك لا يجني العنب تفتكر حضرتك اليهود زرعوا الشوك ولا العنب بكل تأكيد زرع اليهود الكفر والكبر والحسد والكذب قاموا بقتل الأنبياء وحرفوا التوراة جحدوا القرآن الكريم المصدق للتوراة وجحدوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم رغم وجود نعته في التوراة وسكوا كل هذا بالأوهام والظنون والأمان الكاذبة قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا وزعموا أنهم أولياء الله وأنهم أبناء الله وأحباؤه وأنهم شعب الله المختار فجاء الرد الإلهي من فوق سبع سماوات إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين لن يتمنوا اليهود الموت لا بالقلب ولا حتى باللسان لن يجرؤوا على ذلك لا في الحاضر ولا في المستقبل فمن يزرع الكفر والفسوك والعسيان لن يجني سوى النار ومن عاند الرسول الأمين وجحد الكرآن الكريم لن يحصد سوى العذاب الأليم لن يتمنوا الموت أبدا فيخسر الدنيا بالموت الذي طلبوه ويخسر الآخرة بالعمل الذي قدموه والله تعالى عليم بالظالمين من عباده لا تخفى عليه خافية مما اقترفت أيديهم من ذنوب ومعاصي بما قدمت أيديهم لماذا اليد تحديدا وده يرجع لأن أفضع ما قاموا به كان باليد فحرفوا الطورة بأيديهم وقتلوا الأنبياء بأيديهم نجد في هذه الآية الكريمة إحدى دلائل النبوة وإحدى معجزات الكرآن الكريم والإخبار بالغيب تقرر في الكرآن أكثر من مرة عندنا مثلا في سورة المسد أخبرنا الله تعالى بأن أبا لهب وزوجته من أهل النار وبالفعل مات ولم يسلم وأخبرنا الله عز وجل عن الروم فقال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين قال فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه ألم يكن من الممكن لمجموعة من اليهود أن يذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت هذه الآية الكريمة ويقولوا يا محمد نحن نتمنى الموت ألم يكن من الممكن أن يقولوها رياء أو نفاقة فيهدموا القرآن الكريم لا لم يختر هذا على بالهم لأن من قال هذا هو عالم الغيب والشهادة فما كان لهم أن يخالفوا هذا أبدا حقيقة الأمر أن اليهود كاذبون ويعلمون أنهم كاذبون فهل يتمنون الموت أم يهربون من الموت إن استطاعوا لاحظ معي لي يتمنوه أبدا لن دي آدات نفي في الحاضر والمستقبل وهي أيضا أداة نفي للعام فلن يقوم ولو حتى يهود واحد بمخالفة هذا فيذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويتمنى الموت ولكن على النقيد من يتمنى الموت هو من آمن بالله ورسوله ومن جاهد في سبيله مثل الشهيد الطائر جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وجعفر بن أبي طالب هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخ سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في يوم مؤته أخذ الراية بعد أن سقط شهيدا زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه وأخذ يردد ويقول يا حبذ الجنة واقترابها طيبة وباردا شرابها أخذ اللواء بيمينه حتى قطعت فأخذه بشماله حتى قطعت فاحتضنه بعدضيه حتى قتل وذاك عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في الفتنة الكبرى رفض أن يدافع عنه الصحابة وأمرهم بالانصراف وأرسل إليه الصحابة أبناءهم ليدافعوا عنه فكان يأمرهم بالانصراف كما أمر سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهم وأرضاه وكان له من العبيد قرابة ألف عبد فلما أوحيط به أشهروا سيوفهم فقال رضي الله عنه وأرضاه من أغمذ سيفه فهو حر وقالها سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه مستبشرا لما حضر الموت غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبة فأي الفريقين على حق وكم من بطل من أبطال جيش مصر في حرب أكتوبر وقف قدام دبابة وفجر نفسه فيها ولم يخشى الموت جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر